أمر جاع قلبي حين ما كفية جرع البي وتحن القلوب قد لا تكون استوانة الغاز هي المقصودة يمكن أن تكون الكرادة أو بغداد لذا يغني منتظر عباس ابن الاثنين وعشرين عاماً بصوت شجي يغني برفقة استواناته الغازية على ستتته الفريدة بمهارته عباس آخر بائعي الغاز في بغداد متمسكاً بتقليد الغناء ينتقي من زمن الياس خضر الجميل لحناً حزيناً ربما يريد مداوات جرح بغداد التي تريد لحناً ومواهب وشباب أمر جاع قلبي حين ما كفية جرح البي ولو لم تنتهي استوانة غاز في أحد بيوت الكرادة إلا أن أهلها يتعطشون لصوت عباس صوت عراقي حقيقي ينهي زمن الصمت أو الفراغ يتحول بيع الغاز لمتعة وموهبة غير عباس مهنة بيع الغاز التي تنشر صوت الطرق أو الأغاني المسجلة وكسر الروتين الحياة اليومية في بغداد إذن فالقصة ليست مجرد استوانة غاز هي أكبر من ذلك أو قد تكون قصة عشق بين عباس والعراق تترجم عشقاً آن له أن ينتشر في الشوارع والصحات وضاق المور من الحوى الفات بتحسينllان وطولك؟ أثناء 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 أثناء